اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة بسم الله الرحمن الرحيم استعالنا عشاء بالله اشتركوا في القناة 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 الشريط يا فندم الشريط اللي معاليك بتتكلم عنه هل تم تقديم أصل الشريط إليكم؟ وهل يمكن لنا الاطلاع عليه لمعرفة ما مدى علاقته بموكلي؟ لا الحقيقة اللي عندنا سيدهايا متاخدة بالإنترنت بس احنا خاطبنا التلفزيون المصري يجيبلينا الشريط الأصلي اللي اتزاع في برنامج صد البلد وخاطبنا العلقات العامة في وزارة الداخلية تجلبينا الشريط اللي وزعته على كل القناة الفضائية تمام يا فندم وانا برجو من معاليك اطلعنا على الشريط فور استلامه لفحص طبيعة الاتهامات الموجهة لموكلي بسببه طبعا سعدتك سيد العارفين ان حجية ما ينشر على شبكة الانترنت قانونا حجية ضعيفة لا رايز لوقت اي حد بينزل اي حاجة على النت في اي وقت وفي اي حد او الله ايوة بس في تاريخ لنزول الفيديو على الانترنت يتناسب مع تاريخ نشر القضية في الجرائد يا معالي النائب احنا ما انكرناش اللي نزل في الجرائد انا هنا لا لأناقش وجود قضية من عدم انا بتكلم في نقطة تانية خالص الا وهي ما علاقة موكلي بالقضية؟ مسألة وجود قضية او ما اذا كان المبلغ قد تعرض فيها الظلمة ام لا دي حاجة تخصه هو متخصش موكلي انا هكون متعاطف معاه جدا حضرتك عارف ان كل جهاز في الحل وفي الوحش بس للأسف بقى بعد الثورة الناس بقى بتعمل من الوحش على الكل لحتى قضاءنا الشامخ بتعرض لده واكيد حضرتك متابع رغم ان الشعب المصري سكتوا ابدا عمرها مرتفز في قضاءنا العادل ابدا قولي مين اللي كان مسؤول عن نشاط الديني فرعه من الدولة في اسكندرية اسنقى فترة اجازتك مفيش حد غيل يا فادم انا كنت بتابع الشابل من خلال البيت واعتقد لو في قضية زي دي خرجت من عندنا اكيد هبقى عمدي علم هو حضرتك متقدم عند حضرتك يعني او ورقة رسمية تثبت اني نتقبض عليهم دول كان من خلالنا لان القضية انا بتكون كبيرة او كده لازم رئيس الجهاز بنفسه يكون عنده علم بيها واعتقد حسب علمي يعني ان هو بيتحقق عندكو هنا معاه في اكتر من قضية اكيد لو حققته معاه طبعا هيرميها على اللي تحت منه ويمكن يدهن منها كمان او حد غيري بس اذا ما حردك عارف اللي يثبت انا موقفي سليم ولا مش سليم اكيد اولا رسمية انا هنجيب منين ورع رسمي بعد تقريبا كل مقارات اجل الدولة على وصة الجمهورية اقترحمت وتحرقت بصراحة والله يا فندم اللي حصل ده مؤسف وخطير جدا مكانش لازم يحصل ابدا لان الاوراق اللي جوا المقارات دي اكيد كانت هتنصف ناس ابريئة كتير سواء ناس من رجالتنا ظلم وناس او ناس من رجالتنا متهمين زي حالاتي كده للأسف الناس اللي اقتعاموا الجهاز ما فكروش في كده خالص فرحوا بالاقتعام وخلاص صورة بقى وكده على حد علم يا سيادة رايس ان الورق اللي اتخذ ده كله صور مش اصور وان اصول المستندات والوسائق المهمة محفوظة في ارشيف امن لم تمتد الي يد المقتحمين معالي النائبة انا بطلب من ساعتك ان انت تخاطب الادارة المختصة في جهاز الامن الوطني انها هتمدنا بالمستندات الخاصة بالقضية عشان نفصل ما اذا كان لموكل يدور فيها ام لا عشان رايس يبقى فيه حجية قانونية للقضية من الاساس معلو انت قوي بكلمة حجية قانونية دي يا متر استخدمها كتير قوي ساعتك حجة في القانون يا معالي النائب وسيد العرفي الحجية القانونية هي الاساس في شغلنا رايس احنا بقينا في وقت اختلط بيه الحق ابو الباطل بقى من حق اي حد ان يتهم اي حد دون دليل او سند او ورق موسق يوزبط ما يردده من اتهامات مع اننا في دولة مستندية بنتولد بورقة وبنموت بورقة وفر الكلام ده لمرافعة المحكمة يا متر مش لو وصلنا للمحكمة يا سابت النائب انا اسف يا فندم على تطهولي بس الورقة اللي قدامي بيقول انه ووضوع بسيط زوبعة في فنجان موسيقى يعني يا فندم كل اللي عيشته ده كانت حيواتي الضرب والظلم والكهرباء والسحل والاهانة والشتيمة اللي بالقب وبالامة وضايعة المستقبل والسجن مهروب من السجن وسط الاموات كل ده كان كذب تخريف سيام مثلا محمول محدش قال انك بتختلق كل اللي حصل ده ما حصل فعلا حتى لو مفيش اي ورع رسمي في امن الدولة يثبت الكلام ده بس ده اتنشر في الجرائد وتزعف كل القنوات اي نعم احنا معناش ولا شريط اصل من اللي اتزعف القنوات دي لكن في النهاية ده يرجع لتقدير القاضي ممكن لو ربطوا باللي اتنشر في الجرائد يتعامل معها على انه قرينة الفكرة بقى مش في كل ده الفكرة اصلا يا محمود انك اتهمت شخص بعينه بالمسؤولية عن كل اللي حصل لك الشخص ده مفيش اي اسبات على اين دوله علاقة بالموضوع والنيابة بنفسها تأكدت من البكاترة اللي كتابوله العلاج وكتابوله الاجازة يظهر انك تسرعت في اختيار الشخص اللي تتهمه محلوك علشان كده تلازم تقدم بلاغ جديد تتهم فيه وزير الداخلية الاسبق ورئيس جهاز امن الدولة المنحل تتهمهم فيه بالمسؤولية عن كل اللي حصل لك انتهام بشخصي همام وتطلب التحقيق معاه واكيد القضية دي هتتضمن للقضية اللي بتحقق معهم فيها دلوقت وهما اكيد يا فندم هيقدموا شهادة مرضية يثبتوا ان هما مكانوش موجودين في البلد تساعد ما حصل لكل اللي حصل وسيادتك هتصدقهم لان الورق مخدوم ولان انت كترة بتاعتهم ما بتجذبش مش بعيد يقدموا فيها بلاغ يتهموني تسبب وقصف بما ان انا ما عنديش ورق رسمي فسيادتك برضو هتصدقهم هتحولني المحكمة مش كده محمود انا انا عازل احباطك بس الاحباط ما ينفعش في الظروف اللي زي دي لازم نفكر كويس وبعدين في موضوع وزير الداخلية ورئيس جهاز امن الدولة ده انت مش مطالب بتقديم اي وصائق ولا مستندات لان اللي حصل لك يقع تحت مسؤوليتهم طبعا كل المطلوب منك انك تثبت انك اعتقلت وتعذبت وهيثبته ازاي فانت اذا كانت اثنين من اللي معاها تقتلوا والتالت الجنة مين ممكن يشهد معايا زباط ومغبرين امن الدولة هيشهدوا ضد رئيسهم وزمرهم افند احنا بنطالب بشهادة صاحب الوشة اللي كان بيشتغل فيها محمود وزميله عشان هو كمان اعتقر واكبر على الشهادة انا متأكدة انا حيقول كل اللي حصل وفي نفس الوقت لما انحرج الدعوة ضد وزير الداخلية ورئيس جهاز امن الدولة المنحل هم هيبقوا مغبرين قانونيا انه هما يقولوا اسم المسئول اللي اعتقر محمود وزميله اللي هيطل عزابة هيسم وساعتها بقى هنقدر نوجه له طهمة استغلال النفوذ إخفاء الأدلة والتهرب من العدالة اخفاء 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 على رؤساء هو انا هاخد كم سنة سيدتك يعني ايه؟ يعني يا فندم مش هدا المفروض دلوقت ان انا بقبلى على الزباط الشرفاء يا دي قنون كم سنة سيدتك يا دي حاجة قضية برا القضية ده اللي بقى حقق فيها دلوقت يا محمود ده موضوع يرجع لللي انت اتهمته بعد كده يشوف هو يرفع عليك قضية ولا لأ ده حاجة ترجع له يعني أنا رحت وجيت ومصري برضو في إيد واحد زي هاسم باشا كان يقدر قبل الثورة أن هو يسجني ويسحلني ويتويني في أي حد وبرضو بعد الثورة هيقدر يسجني إلا بالحق يا فندم هو الواحد ممكن يرفع قضية انتحى لثورة ولده مش معبودة في القانون موسيقى اه.. الفضل انت لا صحك شوف يا محمود أنا متعطف معك جدا علشان كده هتكلم معك بشكل إنساني وشخصي قضيتك دي يا محمود أغرب قضية عدت عليها في حياتي المهنية كلها بتا.. متهم بعضية إرهاب جيت تسلم نفسك علشان تثبت برقتك وتتهم اللي عمل فيك كده بس الحقيقة يا محمود قضيتك مفيش فيها أي ورق في أي مكان في جمهورية مصر مفيش مصلحة عندها ورق للقضية دي لا السجون ولا النيابة ولا أمن الدولة ولا الدخلة وحتى اللي كانوا معك مش عايزين يعترفوا زملائك اللي كانوا معك في السجن بتوعي الجبعة الإسلامية قالوا إنهم ما يعرفوكش أصلا ودي الحقيقة حاجة محبطة جداً إن يدع منك فرصت إنك تثبت برقتك وتجيب حقك حاجة تحرق الدم لكن على الأقل في جانب إيجابي في الموضوع إنك إنت مش محتاج تثبت برقتك تدلوقتي بريء تقدر تمارس حياتك زي ما أنت عاوز وأهلي اللي وقفين بره دول مستنيين أن أجيب حقي وحق أخوه اللي تقتل أقولهم إيه؟ أقولهم إن مقدرت تشاثبت إن المستقبال يضعه مقدرت تشاثبت إنه تسجنت وإن كل اللي معايا تقتله طب ومي السيدة اللي وقفة بره مستني حق ابنها لتقتل أقولها يا سيادك أقولها إن أنا مقدرت تشاثبت حقه وأنا حي فإزاي هجيب لك حق ابنك اللي تقتل وأنت لما كان يا فأنت هتعملي الله أنا مش عارف أقولك يا محمد ابنا معك ولما الورق المتسدف المحامين العقر والقوانين المليان أخرام تضيع مستقبل واحد زي كان جاي لحضرتك تعاش مني ياخد حقه برضو هتقول ربنا معاك شكرا يا فأنتم خلاص يا فأنتم خلاص نحن أسكين يا فأنتم هذا كبير طبعا مقدر الظروف ممكننا خلاص إقراءات الفرق راسناين هو مش متاهم أصلا عشان فرق عبت فأنتم عن قابل خلاص إستعملي خلاص إستعملي في قاطعة اصلا عزيزة هاي؟ أشكرا لحزيزة أخدت إفراجه وأسقطت كل تهم عنه الله أعلم ومش بس كده الزابط اللي اسمه هيسم أبضوا عليه و هيحاولون المحكمة عشان يتحاكم يا ما انت كريم يا رب أنا كنت متأكد إن ربنا حينصفنا ما ضاع حق وراءه مطالب الحمد لله يا أبا يلا بقى توكلوا انتوا على الله عشان تلحقت وصلوا رشيد قبل ليل ما يليل ليه له انتا مش هتيجي معنا لا ما عليش يا أما أنا لازم أروح سكندرية مع مونة الأول تاني ليه لازم نروح للحاج جابر يا أما عشان أخلي بكرا يروح يدلي بشهدته أصل الزابط هيسم كان دايما بيهدده لكن بكرا يقدر يقول اللي هو عايزه ولازم بعد كده نطلع على أهل عاصم واسماعيل عشان نتفق يعني هنوجه لهيسم للاتهامات دي ازاي مش كده أقول لها مونة آه طبعا بإذن الله وما تقلقوش كلها يومين تلاتة أخلص اللي وراي وارجع لك على طول ومش هسيب رشيد تاني أما غير لم أموت بعد الشر عليك أعوذ بالله مش عايزك تسجيب سير تلمد على لسانك أبدا ربنا يبارك لي في عمرك يا حبيب آي أنا كنت ندراها يوم ما ربنا يزهر الحق عزها غرض نروح على إيه بالظبط يا رحمود في إيه؟ أنت عارف البتكلم على إيه كوي يستقولي كذبت على أهلك ليه؟ يعني إيه كذب على أهله دي في إيه؟ ما عطا كلوش هيسم يا شيرينا هيسم قدر يخرج منها زي الشعر من عاجينة أمانس يا أبو محمود ليه؟ هم؟ يستقلوه؟ يستقلو اللي كذب على أهله مجرى يا محمود في إيه؟ دي ما رحتش مع عمر رشيد لي يا شيرينا هو إي ما رحتش مع عمر رشيد لي أنا قلت لك أنا جابت عندك أنا رايح أبت عند عمتي وبعدين دي مش إيجابت سؤالي يا محمود فيا يا مونة؟ يا ستي هيسم قدم ورق بيزبط في المالوش أي علاقة بأي حاجة حصلت لمحمود يعني زي ما تقولي كده طبخة مع رؤساءه بحيث إنه مبقاش في أي دليل ضده ومن غير ورق يعني ما فيش عضية يعني كمان ما فيش أي مصئولية قرنية على محمود تب التالي أفرجوا عنه آه عشان يروح بقى يعيش حياته تعتبر كل اللي حصل ده كبوس وحش وينسى أنا مش فهم أي المشكلة ويعني زي حاجة وحشة مع حاجة كويسة طبعاً بس أنا عايز أفهم انتريك زبتة على أهلك وقتول من هما حبسوا هيسم أيزان اللي هم إيه؟ تلقى هيسم زي الشعرة من العجينة من الموضوع؟ محدش عارف يا حزبه؟ تفتكره هينبسطه؟ أيوة هو دقى بالزبط محدش عارف يا حزبه إنت بقى ناوية تعمل إيه؟ ناوية حزبه؟ مروحش لي مع أهلك ليه عوص روح اسكندريا فيه يا مون؟ يا اسكندريا مكتوب باسمك؟ طالق يومين غير جاو في الكابينة لذا ما كانش عندك مانا يعني يا راجي لا خالص بيتك ومطرحك قعد فيها زي ما انت عايز إحنا بس خايفين عليك ممكن بقى تفاهمنا أنت نوي على إيه؟ يا جماعة مفيش حاجة في الدماغ انتو نظر مني بس إنا بعد الظن اسم مش نمسك الطريق بقى بلما الدنيا تليل؟ ولا إيه؟ يلا ويا ترى بقى يا محمود حعرف أشوفك وانت فرحت الاستجمام بتاعتك دي في اسكندريا هنا؟ ونقدر أستغنى عنك يا مونة؟ بص يا محمود أنا مش عاوز أعرف أنت هتعمل إيه بس لو احتاجت أي استشارة قانونية أنا برضو المحمية بتاعتك تي ليه مصممة أن أنا هعمل حاجة؟ وأنا في إيه دي حاجة أساساً أعملها؟ أنا غالبان غالبان؟ لا تصبع على خير تصبع على خير يا مونة انت بالأحرة انت بالأحرة يا مونة وادي يا سيدي مونة نزلت ممكن بقى بصفة مرات أخوك الله يرحمه تفهمني انت نوع على إيه؟ مش هنوصل شرين للأول يا سلام؟ هي شرين دي بيت البطة الصدى ولا إيه محمود؟ ولا أنا اللي هاخونك يعني وش حفى السرك؟ أو أتفتكري أنا جاي يا اسكندريا هنا عشان الشغل زي ما قلت؟ أنا سايب الدنيا كلها علشانك إنت بس ما خلاص يا شرين انت ما صدقتي؟ ما انت عارفة ان ما قدرش أستغنى عنك؟ تقول ليه مش قادرين تصدقوا ان ما فيش إيه دي حاجة خالص أعملها؟ كل اللي عارفوا ان أنا لازم ألاقي هيسا ولما لقيه لازم أكون مستعد وكلام ده أنا مش هعرف أعمله لوحدي لازم تساعدوني في إيه؟ شكرا شكرا